مرحبا أعزائي الطلاب سوف نبدأ اليوم بفيديو الأسبوع الثامن لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني فهي بنا سوف نبدأ عزيز الطالب بالتحدث عن الصور التي سوف تظهر أمامك الصورة الأولى هذا صندوق كما ترى الصورة الثانية هذه قطة الصورة الثالثة هذا ضفضع أما الصورة الرابعة فهذه دجاجة أما هنا عزيز الطالب سوف نبدأ بقراءة درس ماذا في الصندوق دخلت المعلمة غرفة الصف تحمل صندوقا جميلا وضاعته على الطاولة سأل جون ماذا في الصندوق هل هو قطة مياو مياو وأخذ يمشي مثل القطة قالت المعلمة لا ليس قطة تمشي سأل جوسيف هل هو ضفضع غاق غاق وأخذ يقفز وأخذ يقفز مثل الضفضع قالت المعلمة لا ليس ضفضع يقفز جاء جاك ووضع أذنه على الصندوق ثم قال عرفت في الصندوق دجاجة أو ديك كوكوكوكو وأخذ يحرك يديه ليطير مثل الديك فتحت المعلمة الصندوق رفرف الديك بجناحيه وصاح كوكوكو وصاح معه الطلبة ضحكت المعلمة فقالت أحسنت يا جاك والآن هدوء لنبدأ حصة العلوم هيا بران طلاب العزاء نقوم بحل الأسئلة دخلت المعلمة غرفة الحاسوب المكتبة الصف الصف نعم وضعت المعلمة الصندوق على الكسي على الطاولة أم على اللوح على الطاولة صوت القطة كوكوكو ميو غاقاق ميو نعم وضع جاك أنفه على الصندوق فما هو على الصندوق أذنه على الصندوق نعم أذنه على الصندوق قالت المعلمة لجاك أحسنت لأنه عرف ماذا في الصندوق رفرف بيديه مثل الديك قفز مثل الضفضة عرف ماذا في الصندوق نعم قالت المعلمة هدوء لنبدأ حصة اللغة العربية العلوم الرياضيات العلوم نعم أحسنت وبهذا طلاب الأعزاء نكون قد انتهينا شاكرا لكم حسن استماعكم وطابت أوقاتكم بكل خير ترجمة نانسي قنقر